أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيم المنزر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبنوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبك أن أصحاب الكهف والرقيم كان من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لجنك رحمة وهي إلنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لمعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربقنا على قلوبهم إن قرموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعوا من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قول اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بينه فمن أعلم ممن افترى على الله كذبا وإن اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأموا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من فقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فدوة ويهيئ لكم من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يرئي فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم ألقابا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلهم باسق براعيه بالوصيد لن اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم لئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كن لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعانا فليأتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن لكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقال بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سابسهم كلبهم رجلا بالغير ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعذتهم لا يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا براء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إن فائل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وانكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي أقربا هذا رشدا ولبتوا في كهفهم ثلاثمئة سين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبتوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون يريدون وجههم ولا تعد عيناك عنهم تريد زيلة الحياة الدنيا ولا تطع من أوصلنا قلبه عن نكرنا واتبعنا وهو كان أمره سلطا وقل الحق للربكم فمن شاء فليؤمنه ومن شاء فليكفر إِنَّا أَعْتَدْنَا لَالَّوَالِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادُقُهَا وَإِنْ يَسْتَغْلِكُوا يُضَعْثُوا بِمَاءٍ كَالْمِ يَشْرِي مُجُورٌ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجِرٍ تَحْتِهِمُ الْأَذْهَارِ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاورَ مِنْ جَهَدٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدِسٍ وَإِسْتَبَرَطًا وَإِسْتَبَرَطٌ مُتَّفِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نعمة ثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين أعناد وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظن منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاور منه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة طائمة ولئن رددت إلى ربي ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها مقلبا قال له صاحبه وهو يحاور منه أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أني أتي لخيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولل تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان من تصرا هؤلاء كالولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلق به فاختلق به نبات الأرض فأصبح هشينا يتذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبني نزلة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادئ منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا وقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عنه حاضرا ولا يغني ربك أحدا وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوه إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وزريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بهلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بلهم موبقا ورأى المجرمون النار فظلوا أنهم مواقعوها فظلوا أنهم مواقعوها ولن يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن من الناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أنه إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين وننذرين ويجادل الذين كفروا بالباطن ليدحذوا به الحق واتخذوا آياتي وما أمروا هزوا ومن أظلم من يكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت لديه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وفرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور بالرحمة لو آخرهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإن قال المسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمدي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخل سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال الفتاه آتنا غداءها لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان الأذكرا واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبر فارتدى على آثارهما قصصا فوجدى عبدا من عبادها آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لجنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحق به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد دئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخرني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقي أولا من فقتله قال قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد دئت شيئا مكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما قويانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم فسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نفرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال قال آتوني أفرض عليه فطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أننا إلهكم إله واحدا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر